يقوم وزير الخارجية سامح شكري بجولة أسيوية تشمل كل من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بتلك البلدان الصديقة وخلال الجولة سوف يلتقي وزير الخارجية بنظرائه والعديد من المسؤولين بتلك الدول كما أيضا من المرتقب أن يبحث موضوعات تغير مناخ أخدم في الاعتبار الرئاسة المصرية المقبلة المؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير مناخ قب 27 كما سيشارك أيضا وزير الخارجية في الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر مارس الجاري